كن قنديلا ولا تكن منديلا كن قنديلا مضيئا يستعلي على الترغيب كما يستعلي على الترهيب فلا الدنيا تطمعه ولا الترهيب يرهبه كن قنديلا فهو بركة المجالس وأنيس الجالس كالغيث أينما حل نفع وليس له مما في أيدي الناس طمع كن قنديلا يستغني بالله عما في أيدي الناس ذكر الذهبي رحمه الله في سيار أعلام النبلاء أن رجلا رأى سفيان الثوري وقد اتجرى وفي يده دنانير من ذهب فقال ما هذه الدنانير يا أبا عبد الله فقال لألا يتمندل بنا هؤلاء يعني الملوك لألا يتخذونا كالمناديل لأوسخهم لا تكن منديلا وهو عازف بارع على آلة طبل غير مرئية بل هو لص من لصوص المجالس يغشى مجالس الأغنياء ممن لا يعرفون بخير ولا طاعة رغبة في دنيا وطمعا في لعاعة يبيع دينة من أجل دنيا غيره عمه أبو الفلوس كما يحب أن يسميه شينه في عينه زين وعيه فصاحة ومره حلو وابتسامته هي الدنيا وما فيها لسان حاله فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب كثير من الناس للأسف جبلوا على التزلف للأغنياء والتمندل لهم وهجران الفقراء وعدم الالتفات إليهم قال عروة بن الوض دعيني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير وأبعدهم وأهولهم عليهم وإن أمسى له حسب وخير ويقصيه الندي وتزدريه حليلته وينهره الصغير ويلفى ذو الغنى وله جلال يكاد فؤاد صاحبه يطير قليل ذنبه والذنب جم ولكن للغنى رب غفور